تحت مظلات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبأ متطوع مجلس الشباب المصري اليوم ألفي كارتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في محافظات مصر التحالف الوطني طبعاً هو أحد أزرع الدولة للمسئولية المجتمعية وتحت التحالف بقى بعض الجامعيات والكيانات الكبيرة منهم مجلس الشباب المصري اللي احنا بصدد بنتكلم عنه دلوقتي وعن متطوعينه وعن لجنة الإغاثة بتاعته وإن شاء الله نستكمل بقى المواضيع اللي احنا فيها دي في رمضان لأنه رمضان بالنسبة لنا كمان مهم الناس دي مش في بلادها ومش في بيوتها فرمضان بالنسبة طبعاً ليهم يمكن يكون مختلف لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا نعود معاهم في كل حتة وفي كل إقليم وفي كل مكان يعني إن شاء الله مقسمين رمضان ده بطريقة يعني إن شاء الله يعني تخلي نفسيته هم أفضل وأريح من من الاتراب اللي هم فيه موجودين نهاردة لتنفيذ برنامج مساعدة الأسر الفلسطينية دي أحد البرامج اللي شغل عليها مجلس الشباب المصري نهاردة بنعبي المواد الغذائية حنوزع المواد الغذائية دي على الأسر الفلسطينية المتواجدة داخل 28 محافظة في جزء من المساعدات دي حيروح الأسر الفلسطينية الموجودة في العريش في مجموعة من المواد الغذائية حتروح الأسر الفلسطينية الموجودة سوى في محافظة الجيزة أو في محافظة القاهرة أو في محافظات الدلتة أو في محافظات القناة المساعدات ضمت أيضاً مواد لوجستية وإعاشية متنوعة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم قبل دخول شهر رمضان المبارك إحنا شغالين زي ما حك شاف المتطوعين أول ما تم طرح عليهم المشروع ورؤيته هم حبوا جداً الموضوع أن هم هيشاركوا وأن هم هيوصلوا للأسر الفلسطينية ووصلهم للحاجة لحد عندهم ويبدأوا يساعدهم ويبدأوا يشوفوا ويسمعوا منهم تجربتهم في اللي بيحصل هناك غير أن هم بيشوفوا على التلفزيون أو كمان مجموعة من المتطوعين منهم شاركوا في أن هم يوصلوا المساعدات لحد المعبر هناك نهاردة المتواجدين بقالنا أكتر من يومين هنا في اكتوبر علشان نجاهز التعبئة الخاصة بالمواد الغذائية اللي بتوصل لأهالينا الفلسطينيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية النهاردة بيتم إعداد مواد غذائية على أعلى مستوى كميات كويسة جدا ومعقولة إحنا النهاردة موجودين هنا علشان أخواتنا الفلسطينيين إحنا بنجهزنا مساعدات لهم لدخول رمضان إحنا موجودين هنا بقالنا 48 ساعة المساعدات مكونة من المساعدات الغذائية وملابس وبطاطين المساعدات اللي أخواتنا بيحتاجوها إحنا موجودين هنا على مدار 48 ساعة بنجهزهم إن شاء الله تسليمنا أرض برنامج مساعدة الأسر الفلسطينية جاء في إطار الموقف الرسمي والشعبي الذي اتخذته مصر ليس فقط منذ بداية الأزمة الحالية بل هو موقف مصر التاريخي منذ نشأة القضية الفلسطينية